فعلى العاقل فعلى المسلم فعلى أولي الألباب أن يتفكروا في آيات الله الشرعية التي هي كلامه سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله لهذا إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد نواصل بإذن الله تعالى معكم أيها الإخوة الكرام نواصل بإذن الله مدارسة مقدمة بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمة الله عليه وكان في آخر سياق ذكره المؤلف رحمه الله كلامه عن الإيمان عند أهل السنة وأنه قول وعمل واعتقاد وذكر مبحثا متفرعا عن هذا وهو زيادة الإيمان ونقصانه فإن الإيمان يزيد وينقص ثم قال رحمه الله ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة هذا الكلام قوله ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة هو كلام عن أصحاب الكبائر وقلنا في حصة ماضية أن أهل الكبائر المقصود بهم من مات على الكبائر والمقصود هنا كذلك من كان مسرا على الذنوب والموبقات إن كان من أهل القبلة أهل القبلة يعني المسلمون وهذا اللفظ يعني أهل القبلة أخوض من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا قال رحمه الله ولا يكفر أحد بذنب هذه المسألة متفرعة عن قول أهل السنة في الإيمان من كان مرتكبا للكبائر فحكمه في الدنيا إن كان من أهل القبلة أنه مسلم عاصي هو مسلم عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان ولا يقال إنه كافر هذا معنى قوله ولا يكفر أحد بذنب أي لا يكفر أحد من المسلمين من عصاة المسلم بذنب فالمقصود أن من كان مرتكبا للذنوب للموبقات مسترا عليها يقال هو مسلم عاصي أو يقال إن مؤمن بإيمانه فاسق من معصيته أو يقال مؤمن ناقص الإيمان ولكن لا يقال إنه كافر في الحصة الماضية بيّن الشيخ رحمه الله حكم أهل الكبائر في الآخرة والآن بيّن حكم أهل الكبائر في الدنيا فحكم أهل الكبائر في الدنيا أنهم مسلمون عصات ولا يكفرون وحكمهم في الآخرة أن من مات على كبيرة فهو تحت المشيئة إن شاء ربنا سبحانه عامله بفضله فعفى عنه ابتداء وأدخله الجنة وإن شاء عامله بعدله وأدخله النار فطهره بذنوبه على قدرها ثم أدخله جنة النعيم والموحد لن يخلد بإذن الله عز وجل كما أخبر الله تعالى في كتابه الموحد لا يخلد في النار كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل عبد مات على ذنب سوى الشرك فهو موعود بإذن الله تعالى بالمغفرة وإن دخل النار فهو يعذب بقدر ذنبه هذا حكمه في الآخرة ما حكمه في الدنيا إذن؟ مسلم عاصي وهذا ما يسمى عند أهل العلم بباب الأسماء والأحكام أسماء الدين يعني مسلم كافر فاسق مبتدع والأحكام يعني أحكام الدنيا والآخرة الأحكام القضائية التي ترتب على الأحكام الدنيوية السابقة والأحكام الأخروية التي تكون في الآخرة هل هو في الجنة أو في النار الحكم الأخروي واضح الحكم الدنيوي كذلك واضح هو مسلم ناقص الإيمان ولكن ها هنا مسألة الكلام هنا عن مرتكب الكبائر فعل معصية وهو يقر أنها حرام أما من استحل اعتقد أن الزنا حلال مثلا أو اعتقد أن الربا حلال فهذا ينتقذ إسلامه لأن هذا مستحل والاستحلال شيء متعلق بالقلب ولكن لو فعل المعصية مع علمه واعتقاده بأنها حرام فهذا يكون من أهل القبلة وهو من أهل الكبائر ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين قوله رحمه الله أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون هذا دل عليه القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال سبحانه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموت بل أحياء ولكن لا تشعرون من هو الشهيد؟ الشهيد هو المسلم الذي يقتل في جهاد الحربيين المسلم الذي يقتل في قتال الكفار إذا كان هناك حرب يعني بين المسلمين بين الحاكم المسلم وجيشه وبين الكافرين فهنا الذي يقتل من المسلمين يسمى شهيدا وقد وعد الله عز وجل الشهداء المراتب العليا في الجنة قال رحمه الله أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون دلت السنة كذلك على أن نسمة الشهيد في جوف طير تصرح في أنهار الجنة وفي أشجارها وثمارها فالشهيد حي ولكن حياته حياة برزخية حياة برزخية لأن الإنسان في الدنيا حي ولكن في البرزخ أي في القبر هو حي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها على الحقيقة والتفصيل لا يعلم كيفيتها وصفتها إلا الله سبحانه وتعالى علام الغيوب لهذا أحياء معناه حياة برزخية وليس من المقصود الحياة الدنيوية فهناك قد يلتبس هذا الأمر على بعض الناس فالشهيد حي حياة برزخية أحياء عند ربهم يرزقون ثم قالوا أرواح أهل السعادة باقية أي أن الأرواح لم تخلق للفناء فأرواح أهل السعادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تنعم كما أخبر الصادق المصدوق أن الميت المؤمن إذا وضع في قبره بعد الفتنة كما سيأتي يفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويصله من طيبها ومن ريحها فيتمتع ويتلذذ إلى قيام الساعة فهذه النصوص نسلم لها كما قال الشيخ رحمه الله وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة تنعم إلى يوم يبعثون إلى أن تقوم الساعة فإذا هم قيام ينظرون ثم قالوا أرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين كانوا يتكلم هنا عن عذاب القبر قبل أن يتكلم عن سؤال القبر الذي هو الفتنة تكلم عن عذاب القبر لهذا قال بعدها وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إذا علم هذا فالحاصل أن يقال الذي يقع في القبر أو يقع في البرزخ لأن المقصود البرزخ الميت من كتب عليه النعيم سينعم دفن أو لم يدفن ومن كتب عليه الشقاء والعذاب سيعذب قبرة أو لم يقبر فقولنا عذاب القبر هذا مباب التغليب وإلا المقصود البرزخ الذي يقع في البرزخ ثلاثة أشياء ضمة القبر وفسنة القبر وعذاب القبر ونعيمه عندنا ضمة وعندنا سؤال الذي هو الفسنة وعندنا العذاب والنعيم لنتكلم عن الضمة المقصود بها كما دلت النصوص أن الأرض تضم الميت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجى من ضمة القبر أحد لنجى منها سعد بن معاذ رضي الله عنه فهذا يدل على أن ضمة القبر لا يسلم منها أحد ولكن أهل العلم قالوا إن ضمة المؤمن ليست كضمة الكافر فضمة الأرض للمؤمن هي ضمة ترحيب ضمة ترحيب لأن هذا الإنسان أصله التراب فعاد إلى أصله فترحب به الأرض وأما ضمة الكافر فهي ضمة وعيد يعني انتظر ما سيأتي لأن ما سيأتي عظيم إنذار وعيد الأمر الثاني الذي يقع في القبر بعد الضمة الفتنة وهي السؤال الفتنة لاختبار والامتحان والابتلاء والمقصود أن الميت إذا مات إذا وضع في قبره أتاه ملكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك وما النبيك فأما المؤمن فيقول ربي الله أي معبود الذي كنت أعبده الله وديني الإسلام ونبي محمد ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الثلاثة هي التي جاءت في الحديث رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول فمن وفقه الله تعالى وثبته فإنه سيجيب كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذه الآية سدل بها العلماء على فتنة القبر وأما المنافق أو الكافر والمرتاب فإنه لا يجيب يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته آه آه لست أدري فيضرب ثم يفرش له من النار فالحاصل الموفق والمثبت من ثبته الله عز وجل نسأل الله تعالى لم يثبتنا في الدنيا والآخرة هذا يتعلق بالسؤال إذن عندنا الضمة وعندنا الفتنة التي هي السؤال وهي التي ذكرها بقوله وأن المؤمنين يفتنون أي يسألون في قبورهم وقوله وأن المؤمنين هذا لا مفهوم له بل الناس جميعا يفتنون المؤمن يثبت نعم وأما الكافر الذي كان زائغا في الدنيا يزيغه الله سبحانه وتعالى لأنه كان زائغا في الدنيا بقي الثالث وهو عذاب القبر ونعيمه عذاب القبر ونعيمه دل عليه القرآن ودلت عليه السنة النبوية كذلك كما قال رب العالمين في حال أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فهم يعذبون قبل قبل قيام الساعة معنى هذا أن هذا العذاب كان بعد موتهم بعد هلاكهم ويدل على هذا كذلك قوله تعالى في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا قوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا فأ هنا الفاء كما يقول أهل العلم تفيد الترتيب مع التعقيب يعني مكشف هناك تراخي مباشرة بعد موتهم وهلاكهم أغرقوا فأدخلوا فأدخلوا نارا لهذا الفاء كما يقولون تقتضي الترتيب والتعقيب كما قال ابن مالك رحمه الله والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله ولكن قال أهل العلم عذاب الكافر لا ينقطع عذاب الكافر لا ينقطع وأما عذاب العاص من الموحدين عذاب متقطع عذاب متقطع ثم هو كفارة له ربما حتى لا يدخل النار الكبرى أو ليخفف الله تعالى من عذابه كما ذكرنا فيما مضى نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من عذاب القبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة